اشتركوا في القناة ودواوين الرجال وحتى الملتقيات النسائية على مدار الساعة الصبح عصر مغرب وانا اعتقد مو حنا اللي قاعدنا ابن المجهود اعتقد اللي يستحق الشكر الشباب المنظم اللي حقيقة تم ابدع في محاولة الحشد ويضاح الصورة للمواطن المتردد المواطن اللي يشعر بالخوف من المستقبل اللي يعتقد بأنه مشاركته في الانتخابات من شأنها ان تحقق الاستقرار انا اعتقد انه اليوم احنا بحاجة ان نوضح حقيقة جهلية جدا بان لا استقرار في المستقبل ان استمر المجلس القادم لان انا اعتقد قضيتنا الاساسية هي التأكيد على الاتزام بالدستور اللي هو ضمان الاستقرار النظام اليوم من يدعو الى يعني المشاركة والتجاوز عن مخالفة دستورية انا اتصور هو من يريد ضرب النظام لان الدستور كلهم لا يتجزع بما في ذلك المادة الرابعة ان تم التجاوز على المادة 71 سيتم التجاوز على كل مواد دستور بما في ذلك المادة الرابعة ولذلك احنا نقول لمن هو متردد وبحسن نية يريد المشاركة لا تسألني ليش بقاطع اسأل نفسك ليش بتشارك اسأل نفسك شلون تقبل ان تختطف ارادتك اسأل نفسك شلون تقبل بان يكون هناك تجاوز على الدستور المسألة يجب ان تكون واضحة مسألة مبدع مسألة التزام بممارسة دستورية سليمة اليوم اذا تجاوزنا على هذه الممارسة نحن من سلبنا حقنا في المستقبل الاعتراض على اي ممارسة اخرى واي تجاوز اخر اليوم القصة مقصة صناديق اقتراع الممارسة الديمقراطية ليست محصورة بقاعة عبدالله السالم ولا في صندوق اقتراع فقط الممارسة الديمقراطية هي احترام الاطراف للعقد اللي وضعوه الاجداد عام 62 الدستور عندما يحترم ويلتزم فيه من جميع الاطراف من الشعب ومن النظام هنا بالضبط نستطيع ان نقول بان هناك ممارسة ديمقراطية رصينة وسليمة اليوم انا عندي عدة اسباب للمقاطعة لكن لم اجد من خلال جولتي في الدواوين او حتى باللقاءات المفتوحة اجابة صريحة واضحة من المشاركين عن سبب وجيه للمشاركة كل الاسباب للأسف الشديدة زرعتها السلطة وبعض اضنابها اسباب تنم عن عنصرية مقيتة اسباب طائفية اليوم اكو هبة يديدة حتى يستنهضون يعني مشاعر طائفة الطائفة السنية للمشاركة مثل ما كانوا يقولون لا يأكلونكم القبائل اليوم يقولون لا يأكلونكم الشيعة ترى المجلس القادم اذا ما شاركته معظم معظم مقاعدة راح تروح للشيعة وهذا من يروجها السلطة اللي قالت حن نعدلن النظام حتى نقضي على هذه الظواهر المرضية اللي موجودة في المجتمع الطائفية والقبلية والفئوية والاخرية اليوم نحن نرفض التجاوز على المادة 71 وعلى الدستور اليوم نحن لازم أيضا نؤكد بأننا لمن نتأخذ هذا الموقف عبث ودون دراية أنا شخصيا على الأقل لم أتسرع بإطلاق الموقف وراجعت أكثر من خبير دستوري معتبر وأنا دائما أشدد على كلمة معتبر لأن دائما أقول موك المنطقة لشهادة عقوق صار خبير دستوري اليوم هابين عندنا 200 خبير دستوري بالكويت والكل يفتي بكل اتجاه لكن أنا رحت لأسماء معروفة ومشهد لها واستشهد فيها أخوي أبو فواز دكتور محمد الفيلي بقاطة أيضا دكتور خليفة الحميدة الكل أجمع بأنه خصوصا بعد تحصين قانون الخمس دوار بأربع أصوات انتفت الضرورة الفنية لإصدار مرسوم ضرورة أو بمصطلح على تسمية مرسوم ضرورة استخدام حق إصدار مرسوم وفي كل مادة 71 إذن نحن اليوم لدينا مبررات أخلاقية لعدم قبولها ومبدئية لدينا آراء فقهاء دستوريين ولدينا سبب آخر وهو الشعور بالخطر على المجتمع جماعة الصوت الواحد ما هو هين الصوت الواحد إذا كنا ممزقين اليوم سيزيد نتمزيق اللي يدعي بأن الصوت الواحد سيحافظ على الوحدة الوطنية وسيقضي على ظاهرة الصوت القبلي والصوت الطائفي والفئوي والعائلي غلطان لأن المنطق يقول عكس ذلك أنا في الأربع أصوات كان الناخب يأتي صالح الملة يعطي فيصل المسلم والناخب اللي يعطي فيصل المسلم يعطي صالح الملة اليوم إحنا بشر ولنعترف لسنا بالمدينة الفاضلة اليوم لما يأتي شخص ينتمي إلى القبيلة الفاضلة لقبيلة اعتيبة وفيصل المسلم نازل وصالح الملة نازل خلنا نكون مطقي وصريحين وين صوته بروح بكل تأكيد لفيصل ومالومة والعكس صحيح لما يأتي شخص محسوب عليه عائليا وكان يعطي فيصل المسلم واليوم يمتلك صوت واحد ويرى الكفاءة في فيصل وقد أكون أنا أقل كفاءة من فيصل لكن بكل تأكيد سيذهب صوته لصالح الملة ويحسب ذلك أيضا على الشيعي اللي كان يعطي السن والسن اللي كان يعطي الشيعي الكفاءة اليوم أنتم من تكرسون العنصرية في المجتمع من خلال هذا المرسوم السيء نزيد على ذلك البعض يدعي وهذا الدعاء يعني مضحك بأن وراء ما يحدث مخطط أكبر بكثير من قضية مرسوم صوت واحد وأن القضية خطيرة يا جماعة انتبهوا اصحوا وراء أخوان وراء ناس تبيل سلطة طلابات سلطة كشفوهم لنا سحبوا المرسوم عروهم عروهم وإذا ظهرت هذه المطالب نحن من سيكون رأس حرب الانظام تضحكون على منوه تضحكون على منوه اليوم أول من طالب بالعصيان إذا صدر مرسوم متجاوز على الدستور هو الرمز أحمد الخطيب وكم هو مضحك عندما يقال بأن الأخوان هم يقودون من عارض التور أحمد الخطيب بتاريخه وبنضاله يستطيع يعني تيار سياسي يحترم أن يقود هذا الرمز عبدالله النيباري أحمد النفيسي الدكتور خالد الوسمي مشاري العنجري مشاري العصيم أنا أتكلم عن أشخاص علاقة القريبين مني سياسية نتكلم عن كل القوى السياسية كافة فئات المجتمع بكل طوافة معقول كلنا غلط والسلطة صح أرفض أيضا هذا المرسوم لسبب بسيط أنه أنا شخصيا شعرت حقيقة بألم كبير بأن استغفلت تما أتت السلطة وحقيقة هذه أثار بعض الخبراء الدستوريين بعض الشبهات ومنهم دكتور مقاطع كان يمكن أبرزهم على نظام الخمس باربع وأنا كنت معاه في ندوة ذكرها في ديوان المرحوم سامن المنيس وقال خمس باربع يا جماعة فيها شبهات قضية العدالة وإلى آخره أتت السلطة وتلقفت هذه الشبهات وقالت يا جماعة لا نريد أن نعيد الكرة ونعيد ما حدث مع مجلس 2012 خلونا نذهب للمحكمة الدستورية حتى نحصن هذا القانون وخرج وزير الإعلام بأكثر من مناسبة وأكد أكد بأن الذهاب للمحكمة الدستورية هو لتحصين القانون ونحصن القانون فستقام الانتخابات وفق النظام القائم وهو السابق خمس دوائر بأربع أصدات وصدقنا هذه الكذبة ما حنا ندري ماي منها صج الحكومة لكن قلنا هذا حق ونتكلم عن نفسي ويمكن حتى الأخوان في المنبر الديمغراطي صدروا أكثر من بيان دافعوا عن حق السلطة باللجوء المحكمة الدستورية وقلت أنا قلت أنا لا أريد أن أدخل بالنواية على الأقل لما صرحت به الحكومة على الإلسان متحدثها الرسمي بل هو ذهب أبعد من ذلك وحمل نفسه مسؤولية الحديث باسم سمو الأمير عندما قال بأن سمو الأمير لا زال يريد حل هذا المجلس لأن الأسباب لا زالت قائمة وذهبوا للمحكمة الدستورية هم كانوا يراهنون بأن المحكمة الدستورية ستسقط القانون وبالتالي يكون هناك عذر ونعتقد عذر الدستوري مقبول لأن هناك فرق تشريعي وانتخابات قادمة يجب أن يصدر مرسوم ضروري وينظم هذه الانتخابات وفوجئوا بأن المحكمة الدستورية خيبت رجاهم وحصنت القانون تورطوا تورطوا ما نفعله محكمة حصنت القانون وين نروح قالوا كذلك ما هو الشعب الكويتي تعود من متح أننا نصدق معه خلونا نطلع مرسوم ونعدل واللي فيها فيها والكذب عادة ما المقادر يتخلصون منها وفعلا بعد تحصين القانون ومصار ترفتشها عشر تأيام على ما أعتقد عشر تأيام لم يحدث شيء على الإطلاق ويصدر مرسوم وفق المادة واحد وسبعين يعدل المكنة الانتخابية أو نظام التصويت في الدوائر الخمس لأسباب مختلفة تماما عن ما ذكرت الحكومة عندما لجأت للمحكمة الدستورية طلعت أسماب جديدة طائفية وتمزق المجتمع والفئوية وواء العخري وحرمان الأقليات يحنينا يا حكومة اليوم شعرت بالأقليات اليوم طول عمرها الأقليات محرومة من المناصب من الوزارة ومع ذلك قلنا تذبت من وقف من تصدع لها الطامة الأكبر ونعتقد هذا سبب يجعل من هو متردد اليوم يصر على المقاطعة أن تأتي الحكومة لتكذب مرة أخرى على لسان رئيس الحكومة في لقاءة مع رؤساء تحرير الصحف أول أمس 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 مش يقول لا نسى قصة الطائفية والفئوية وتمكين الأقليات قال احنا عدلنا النظام بناء على توجيهات من سمو الأمير حتى نفكك التحالفات الله أكبر وين الحج السابق واللي يدعي بأن الحكومة لم تكن تريد أن تكيف المخرجات على هواها رد عليهم رئيس الحكومة رد عليهم رئيس الحكومة لا أحنا بنكيفها وأنا بقول لكم قصة يعني البعض يأتيني وفي أكثر من دوانية أبو محمد أنت النظام للصوت الواحد ترى من صالحك من صالحك وإذا في شبهة دستورية يزاكر الله خير أنت بتروح لمحكمة دستورية بعض ظهور نتائج وتفصل فيه أو حاول أنت وزملائك من خلال المجلس القادم أن تسقط الرد كان بمنتهى البساطة ومنتهى الوضوحة أنا رافض المرسوم من حيث المبدأ ولا أقبل على نفسي أن يعني أنجح بانتخابات وأدخل مجلس هناك شبهة بآلية الوصول وبعدين القصة أنا مستفيد ممستفيد مو هذا موضوعي لأن القصة ما هي كرسي قصة قصة وطن قصة دستور قصة احترام لإرادة أمة مو مسألة صالح الملة وصل ولا ما وصل الأمر الآخر أيضا والأكثر أهمية أنه ماشي أنا قد أكون تضررت من الانتخابات السابقة يمكن بالفين ثمانية وفين تسعة كنت بمراكز بعد متقدمة وموس أنجح ما وفقت الله ما كتب بانتخابات السابقة البعض يدعي بأن هناك تحالفات هي من أثرت قد يكون للكلم صحيح لا استطيع أن أجزم لكن من قال بأن التحالفات مجرمة أصلا من قالها عجي في كل الديمقراطيات وبأعرق الديمقراطيات هناك تحالفات ومعلنة بعد ما في مشكلة لأنه بالنهاية من يدعي بأن التحالفات سبب المخرجات بين قوسين السيئة وأن عندي تحفظ على كلمة سيئة لمجلس الأمة هو يطعن بأهلية الشعب الكويتي في الاختيار ترى ما حد حط أبراز حد سلاح وقال لا رح صوت والشعب الكويتي ما هم قطيع يساقون إلى صناديق الاقتراع هناك قناعات تكونت بالانتخابات السادقة نحترمها والتحالفات أمر مشروع طيب إن كان هذا عذر مبرر ليش تعدل آلية التصوير جرم التحالفات إن استطعت يدري ما يستطيع أن يجرمها لا يستطيع أن يجرم التحالفات لأن التحالفات أمر مشروع وفي كل دول عالم تمارس التحالفات وعلى مستوى أحزاب وقالت لكم يعني معلنة لذلك تعاود الحكومة الكرة وتكذب كالعادة واليوم قطوها برأس الأمير مثل ما تجاوزوا على الدستور وتجاوزوا حريات الناس وضربوا البشر في ديوان الأخ جبعان الحربش عندما قالوا بأنها أوامر من سمو الأمير بضرب الناس وإذا كان فعلا الأمير هو من وجه الحكومة بإصدار المرسوم فليكن ما هو وفق المادة 55 من الدستور يمارس سلطاتها من خلال وزراءة أنا ما يعنيني هذا الأمر والزجب الأمير حنا عارفين شنو الوراء هم يريدون إيصالنا إلى مرحلة يعني على الأقل حتى يهموا الفئة الطيبة حسنة النية المترددة بأن هناك مجموعة من الناس ستقاطع لأنها يعني لا تدين بالولاء لسمو الأمير أو للنظام أو للدستور هذا كلام غير مقبول وأعتقد تصرف في منتهى السذاجة والغباء طيب اليوم ليش نقاطع ليش السلبية ليش نتركها لهم هذه قاعدة تستخدم وأنا أحمد ربي أن فعلا هذه العبارات لم تنطلع على فئات كبيرة من مشتور كويتي وشتور كويتي واعي وصلوا اليوم لمرحلة أخرى جماعة ورطنا نسبة المقاطعة مرعبتهم قالي أول مرة بتاريخ الكويت الحكومة ترصد مليونين دينار حتى تقول لك صوت وما ندري طبعا المبالغ الأخرى اللي من تحت الطاولة نحن نحكي عن مبالغ رسمية وعينة على لسان الحكومة مليونين دينار الله يخليكم صوته بس روحوا صوته وحتى يقنعون المقاطعين بالتصويت الإيجابي كما يدعون يا أخي ليش تقاطع روح قطر قبيبة روح قطر مع صوت روح اكتب صالح الملة وفيصل مسلم فيصل حي وقيرها احتجاجا معنهم مرشحين لسبب بسيط هم يريدون فقط رفع نسبة التصويت بغض النظر عن الأرقام اللي تخرج أنا بالنهاية تتنجح بمئة مئتين صوت ما هي المشكلة المشكلة بالنسبة ولذلك أنا أشدد بأن قضية المقاطعة أنا أعتقد هو تصرف إيجابي مسلبي إيصار رسالة للنظام وللعالم بأن الشعب الكويتي يرفض انفراد السلطة بالقرار يرفض التجاوز على الدستور يرفض أن تعتبره السلطة قاصرا هي من توجهه وهي من تضع لها النظام الانتخابي اللي تعتقد السلطة بأنه يعني سيخرج مخرجات أفضل مما مضى ذلك أنا أعتقد اليوم موقفنا يجب أن يكون واضح المقاطعة هي المرحلة الأولى ويجب علينا أن لا نستهم في موضوع المقاطعة أنا أقاطع وقعد ببيتي لا أقنع أقنع أهلي أقنع أسرتي أقنع اللي من المشاركين أنا مرة قلت حق واحد قلت لها أقنعني قال لي حق للأمير 71 ما ده 70 قلت لي مو صحيح مادة 71 مادة استثنائية والأمير مشرع استثنائي بهذه المرحلة وضعها المشرع لكذا وكذا أنا مريد أشرح مرة أخرى لو بالتأكيد أنتم شو بعتم من الشرح في هذه القصة أو هالجزئية لكن قلت لي أكو اشتراطات عدة بالمواحد مادة 71 ومنها أن لا يخالف الدستور أن لا يخالف التقديرات المالية ووو لكن الشرط الأهم وهو بكل تأكيد في بداية المادة إذا حدث قلت لي موجودة ولا ميه موجودة قال لي موجودة قلت لي واضحة وبلغة عربية سهلة ولا موسهلة قال لي سهلة ومفهومة قلت لي فهمني شنو اللي حدث من صدور الحكم إلى تعديل آلية التصويت إذا فعلا أقنعتني بأن هناك حدث حتى وإن لم يكن جسيم أنا مستعد مو بس أشارك أنا مستعد أشارك وأترجل سلطة تفتح باب الترشيح وانزل بس قنعني قال لي ما يكو شي بس هالسلطة تقديرية قلت لي ما يجوز ما يجوز واليوم اللي يتحجج أكو حكم تاريخي صدر ب82 الأحد مراسيم الضرورة اليوم أحد المرشحين يدعي بأن ترد الفريقين يستخدمون كحكم تاريخي لكن ما يعنيني أنا ما سأشرحها الآن أنه هذا الحكم اللي صدر في 86 يقول بأن الضرورة هي سلطة تقديرية للأمير نعم هذا في سياق الحكم لكن الأهم منه اللي أتى بالصفحة الأخيرة من الحكم بأن مرسوم الضرورة اللي صدر بال81 اليوم يعيرون عنه طبعا ما مموصون ضرورة أن رموزكم شاركها والقوات السياسية شاركت وإلى آخره شنو انقلبتوا على مبادئكم اليوم صادت المسألة مسألة مبدأ أولا يعني حياة البيرلمانية كانت أصلا معلقة ما كان في حياة استورية ثانيا هذا الحكم التاريخي يأكد بأن كل مراسيم الضرورة اللي صدرت من 76 إلى 81 هي ليست مراسيم ضرورة ولا تنطبق عليها نص المادة 71 كلام واضح ما كان مرسوم ضرورة لا حد يضحك علينا بال81 كان مرسوم ضرورة وشاركتوا لا مصحيح كان مرسوم إن جازلا التعبير نسميه مرسوم واقع لأن السلطات التشريعية لمدة 4 أو 5 سنوات انتقلت إلى سمو الأمير فقط ومراعاة للمصلحة العامة لا تستطيع أن تلغي كل هذه المراسيم وبالتالي المحكمة الدستورية غالت هذا ما هو مرسوم ضرورة ولا تنطبق علي نص المادة 71 إنما هو مرسوم صدر بظروف خاصة اليوم الوضع مختلف اليوم أكو مجلس أمة وأكو حل وأكو 60 يوم وأكو مجلس سينعقد بعد 60 يوم بعد الانتخامات إذن إما أن تلتزم السلطة بنص المادة 71 وإلا أي خروج عنها يعتبر خروج على الدستور بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة أنا ما يعني ما أريد أن أطيل حقيقة لكن أختم بهالجزئية اليوم وائد ناس يقول طيب قاطعنا وبعدين وين بنروح إلى أين سنصل هل سنقبل بالأمر الواقع أنا أقول اليوم المقاطعة هي خطوة جزء مرحلة من مراحل معركتنا مع السلطة أكو مرحلة أخرى هي الذهاب إلى محراب القضاء وهذا يمكن أنا ابتديت فيها والطعن اللي سأتقدم فيه بإذن الله يوم ثلاثة اثنعش بعد ظهور النتائج باربع عشرين ساعة عن طريق الأخ العزيز المهامي عبدالله حمد وأعتقد آخرين سيتقدمون وهي دعوة مني لكل مواطن أن يتقدم خلونا نخليها يعني قضية رائعان مثل ما قال بفوواز خليشعر أكو جانب سياسي المضوع أن هناك رفض شعبي لهذا المرسوم ليس قصة صالح الملة بروحة متضرر ولا فيصل مسلم ولا فلان ولا إعلان لا لا كل مواطن كويتي متضرر لأن اليوم تم التجاوز على الدستور مسألة مسألة تعديل نظام انتخابي يمكن أنا أروح مجلس الأمة ويطرح هذا وفق الخمس باربع ويطرح هذا المشروع كوافق عليه بس يكون من خلال قاعة حبدالله السالم وبأرادة الأمة لا يجوز لسلطة يفترض فيه أن أراقبها هي من تضع لي آلية وصول النواب لا ما يجوز طيب بعد المحكمة الدستورية اليوم ما نستطيع التعليق على أحكامنا نتصدر ولا نتحدث فيها وإحنا ما رحنا المحكمة الدستورية إلا نحن على ثقة بأننا محصنين بدفوع إن شاء الله تكون يعني قوية أضف إلى ذلك بأن ثقتنا بالقضاء ثقة مطلقة لكن أريد يعني أكرر جزئية ذكرتها البارح في ندوة الأخوان في المنبر التحالف في النزه إنه للمعركة مع السلطة جانبين جانب قانوني ودستوري وجانب سياسي إن انتهى الجانب القانوني والدستوري إياً كانت نتائجه فلا يفترض فينا أن نستكين هناك جانب سياسي مثل ما نبيها خمس أقرت للدوائر الخمس أنا اعتقد حركة قاطع ومقاطعون إن شاء الله بشبابها وحنوياهم سنسقط القانون القادم سنسقط حتى تعتبر السلطة ولا تكررها في المستقبل لأن اليوم إذا صمتنا أنا اعتقد السلطة ستتجاوز بأمور أكبر وأخطر وأنا كل خوفي أن يكون هذا التعديل هو مدخل لتعديلات دستورية خطيرة ومو مستبعدة يا أخوان أبداً مو مستبعدة وأنا قلت خطيرة لأن التعديل الدستوري بالتأكيد هو أمر مشروع بل حف عليه المشرع لكن لمزيد من الحريات أنا اعتقد بعض الأطراف طرح التعديلات خطيرة جداً وهذه الأطراف لا تنطقوا عن الهواء قريبة جداً من غادمة تعديلات ستحاول قدر المستطاع الحد من صلاحيات المشرع في الرقابة ويمكن حتى في التشريع لذلك يا أخوان خلونا نكون حريصين أن نسعى ما بقع يعني اليوم المرحلة الأولى من معركتنا مع هذا المرسوم ومع السلطة ما باقي عليها شي 72 شاء أكثر بكثير خلونا نعمل بكل طاقتنا على إقعاء الآخرين مو منعهم ماكوشي لوقصب نحترم قرار من سيشارك لكن خلونا نحاول أن نقلعهم الجماعة أنتوا قاعدوا تساهمون بجريمة مو شارين فيها ترى هذا المشهد اليوم قاعد يتكرر بانت المشهد اللي صار في سنة التسعين يان المجلس الوطني ترى الاثنين وثلاثين نائب اللي قادوا الحراك مجموعة الخمسة واربعين ترى خونوا خونوا قالوا أنتم ممقدرين الظروف وموضوع الأوضاع البلد والوضع الإقليمي وإلى آخره وتحاور مع ذلك جزء منهم تحاور مع السلطة اش طلعوا فيه ضربت آراءهم بعرض الحاط وحطت المجلس الوطني السلطة مالها أمان والسلطة مالها صاحب أساسا التاريخ يقول شديد مو صالح الملي يقول شديد لذلك أنا أقولي اليوم بأيا كان الهجوم اللي قاعد يينه بالتخويم أنا أعتقد المستقبل هو من سجل موقفكم المشرف خلونا نعمل على الأقل ونحقق إن شاء الله انتصار مرحلي في موضوع نسبة المقاطعة وأنا أعتقد إن شاء الله وأنا متفائل بأن القضاء أيضا سينتصل للشعب الكويتي قضاء دستوري كما انتصل في موضوع التجمعات وفي قضايا أخرى قانون تجمع سيد ذكر لكن مع ذلك أنا أقول المعركة يجب أن تستمر وتستمر بنفس الحماس مو معناته إنه المجلس القادم انتهت الانتخابات وصدر وراح وفتتح الفصل التشريعي والأمور استمرت معناته إنه الآن خلاص نستكين ونرتضي بالأمر الواقع خطورة خطورة حقيقة يعني خطورة الوضع علينا وعلى الشعب الكويتي بأكمله هو أن نرضى بالأمر الواقع ونصمت حتى يأتينا تجاوز آخر أخطر وأعظم لذلك أنا شاكر لكم حقيقة جهودكم وخصوصا أخص بالذكر الشباب النشط في مجموعة قاطع ومقاطعون شاكر لكم حضوركم وأتمنى حقيقة أننا نستمر بهذا التواصل وبهذا الحماس إلى أن تزاح الخمة الغمة عفوا وتعرف السلطة بأن هناك شعب له إرادة وبأنه متمسك بالدستور ولن يقبل إطلاقا التجاوز على حقوقه شكرا جزيلا شكرا جزيلا